بسم الله الرحمن الرحيم كيفكم اليوم؟ شاء الله طيبين اليوم جابت لكم هذه المحلبية اللي بالبسكوت الشوكولاتة وبالقرع البامكن الجنن هذه الموضة الجديدة الحين في تركيا يعملون المحلبية يحطون فيها بسكوت الشوكولاتة وتطلع رائعة وزينتها بالنوتلا والفسق تخيلوا وعملت هذه الأقراض زي البلا البلا الاندونيسي بس يختلف هذا دجاج وبطاطس وبعدين عملنا نفس الخلطة بالضبط بس طريقة القلي مختلفة واحدة زي البسكوت مقرمشة هذي تحطونها حتى في حفلات الشاي خيال مقرمشة بسكوت بسكوت والثانية نفسها عملناها شوي سميكة تنحط الخبز مع شايفين كيف المحلبية جنن تحطونها في الخبز حطوا معها كاتشاب حضار شاي كريسبي وهذا اللي مو كريسبي يعني كريسبي بس يعني سميكة والمحلبية أنا مرة مرة أجبتنا بصراحة خلصت يومها جنن رائعة بالقرع والبسكوت الشوكولاتة والعروع هذا القرع سبعمية وخمسين قرام لتر حليب نشاو السكر والطحين والبسكوت عود قرفة وزبدة وبانيلا وحنشوف كله مع بعض وحثفهمون الخطوات مرة سهلة أول شايف سكين صغير نفتح البسكوت ونشيل لجوه القشطة نقطع البسكوت كده بالسكين شايفين زي كده يعني نحاول انه ما يكون مرة صغير مرة مو مرة كبير زي كده بعدين نحط الحليب والطحين والسكر في قدر ع البارد نخلطهم بعدين نفتح النار ونقلب لما يختلطون يبتدي يسبب قوامهم لما يسبب قوامهم نحط الزبدة ونحط الفانيلا ونقلب تمام تمام شايفين سمت قوامهم بس مو مرة طبعا لانه ما نخليها مرة سميكة لما نحط البسكوت بعدين وتبرد تجي بعد كثير ما صر حلوة نحطه الحين البسكوت اللي كسرنا نقلبه بالملعقة طبعا خلاص طفيننا النار احنا الحين وحطينا البسكوت شايفين بعدين حيصير لين وذايب وطعم وياخذ الأقل نحطه في الصينية انا حطيته بايركس ندخل الفرن افا افا ثلاجة لما يبرد تمام خلاص جاهز عندي الحين في قدر نحط القرع البامكن او اي نوع قرع حتى الامريكية او اي نوع قرع نحط عليه مقدار السكر ونحط له مقدار الموية ونحط له عود قرفة كبيرة عود واحد قرفة عشان بس ياخذ ريحة حلوة يعني ما نبغى كثير يصير لي نغطيه لما يسويه يشرب كل الموية نشيل العود خلاص خلصت مهمته العود القرفة نرميه نتأكد انه صار لين بقالة طحن الشوربة نطحنه لما يصير مهروس طبعا هو شرب السكر سكر نذوب النشه بالموية كوب موية نضيفه نضيفه نقلبه على النار ونضيفه الزبدة الزبدة ضرورية لانه لو ما حطينا الزبدة المحلبية بعدها في الثلاج ومحلبية هذه القرع حتتكسر ما صار حلوة نقلب لما يسمك قوامه وصير لين لو شفتوه في قطع قرع ما ذابت اطحنوها مرة ثانية بالحقة الشوربة هذا القوام شايفين الحين انا كنت ابغى احط صبغة صفرة ما عندي طحنت زعفران أصلي مع شوي سكر وحطيتو طلع طعم الزعفران معايا اخذ العقل اجنن عندي هنا المحلبية بردت تمام نصب الخليط فوقها شوفوا الالوان الحلوة والطعم كله كلهم طعمهم حلو جنن الطبقتين نملس بالملعقة طبعا نهزو عشان توزع ندخل الثلاجة يجمد تمام رح يجمد تمام طحنت أوريو بسكوت أوريو وحطيت نوتلا وزينتو مثل ما انتو شفتو مع فستو الحين كفتة الدجاج المقلية ما عرف اش اسميها ولا لازم ندور لها اسمه الحين دجاج مقطع صغير بصل بطاطس مقطع ستيك صغير نشا وطحين وموية وكركم وكمون فلفل أسود وملح وكزبرة وبقدونس الحين تحبون تحطون بصل أخضر تحبون تحطون يعني بهارات ثانية على كيفكم هذا 500 قرام نقطعها صغير 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 الدجاج والبطاطس لازم الستيك مثل اللي في العلب اللي نشتريهم البطاطس المقلية عشان يستوي بسرعة نحطها الحين الدجاج نحط البطاطس نيا ترى حبتين بطاطس حبتين بصر مفروم ناعم نحط البقدونس والكزبرة الخضرة تحبون تحطون بصل أخضر على كيفكم شبت مثلا نقلبهم يختلطون أول شي مع بعض بعدين نحط البهارات نكمون وفلفل أسود وكركم كركم مهم شوي يعطي لهم حلو ممكن تحطون انتوا بعدين البهارات على كيفكم بحبين أي نوع البهارات يعني تتحمل الطبخة هي لذيذة نقلبهم على البهارات تمام والملح واللي عاد مثل اكل نحط الملح هذا الكركم وما نكثر يعني كركم مثل مرة فاقع لونها لا يعني اللي في الليل مقدار الحين نحط الطحين ونحط النشا ملعقتين أكل مليانة طحين وملعقتين نشا ملعقتين مو مليانة نشا نحط كوب كبير موية ترى هذا مق كبير ونقلب بعدين لو احتاج شوية موية نزيد هذا اللي حنعمله سميك شوي يعني يصير لي نحن هشوفون نساخن الزيت هذا اللي حنعمله شوي سميك بس يسوي نصغر النار عشان يسوي تمام البطاطس هو مع النشا اللي فيه حيخليه مقرمش يجنن انشيله طبعا على ورق الحين زدناه موية عشان يصير خفيف لما يصير خفيف نفرشه كده يصير طبقة خفيفة زي البسكوت كده ولا تخافوا انت البطاطس حيسوي سوى والله صاري جنن شايفين زي كده يصير خفيف بس زدناه موية ما عملنا ولا شي ثاني انقلبوا لما يسوي تمام وبرضو نرفوا على ورقنا الشاف طبعا احنا نقري وناكل ونضوق اي حلا السميكة ولا النحيفة جنن زي البسكوت حفلات الشاي ولا اروع وللسناك وللعشا وكل وقت طبعا تنقل صاخنة لانه اذا بردت ما تصير حلوة بس مثل ما قلتم شايفين نساقر الحرارة هذا خطوة مهمة عشان على مهلها البطاطس تسوي مع الحرارة لو حار الزيت حيحمر من برة ما يسوي بعدين على مهله نطور بالنا ونقلب السر هو النشا اللي خلاها تقرمش رائعة بصراحة ما ينشبع منها ونشينا طبعا على نشاف وهذا هي من اروع السناكات او من اروع ما عارف اش اسميها يعني اسمها بسكوت سناك كفتة بطاطس كله ماشي هاذا الرقيقة زايد بسكوت والثاني سميكة شوي هاذي السميكة عطيناها هنا الجنن كفتة عادية بطاطس لاسقا طرس نشي خليها لاسقا فيها ما تنزل ابدا شفتو ونحن قليناها الزيت مضيف ما تتغير وهاذا هما الحلوين لا تنسون اللايك وشير وسبسكرايب كل يوم تعالوا اسناكم كل يوم في شي جديد الله معاكم